أخيرا حان وقت العرض بعد أربع سنوات من الانتظار جماهير الكرة العالمية باتت على أعتاب أكبر محفل كروي عالمي هذه المرة على أرض روسيا لأول مرة في تاريخ هذا البلد سيفتح درعيه للعالم كرويا روسيا سخرت 12 ملعبا في 11 مدينة روسية مختلفة من موسكو مركز الأحداث وحتى سان بيترسبورغ في أقصى الشمال مرورا من مدن تملك سحرا تاريخيا وتقافيا وإن تحولنا إلى الشقة التقنية السؤال الذي يطرح نفسه من سيخلف ألمانيا على عرش العالم أم أنها ستخلف نفسها تفاصيل كثيرة تميز هذا المونديال الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي هل تفك النحس البرازيل من أجل مسح خيبة 2014 هذه المرة بقيادة تيتي ونيمار أيضا فرنسا الطموحة وبلجيكا التي قد تصنع المفاجأة أما أنظار المغاربة فتتجه إلى منتخبية المغرب وتونس المشاركة الخامسة للمنتخبين معا الأمل هو تجاوز عتبة الدور الأول في مجموعات صعبة جدا لكنها ليست بالمستحيلة الافتتاح إذن سهرة الخميس روسيا ضد المنتخب السعودي كثيرة إذن هي الأسئلة التي تطرح نفسها بإلحاح قبل انطلاق هذا المونديال من سيخلف ألمانيا هل ميسي ورونالدو إذن سيحققان حلم تتويج بكأس العالم وإلى أي حد يمكن لإحدى الفرق الإفريقية الذهاب في هذا المونديال موسكو جلال بوزرارة ميديان